التغذية الخاطئة قد تكون قاتلة قال باحثون بريطانيون أن التغذية الخاطئة لعبة العام الماضي دورا حاسما في واحدة من كل خمس حالات وفاة على مستوى العالم وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة لانسيت البريطانية المتخصصة فإن خطر وفاة الإنسان يزداد عندما لا يتناول قدرا كافيا من منتجات الحبوب والفاكه أو عندما يتناول نسبة كبيرة من الملح في طعامه مما يؤدي إلى مشاكل صحية منها زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والكليسترول وأكد كريستوفر ماريا من محة الصحة التابعة لجامعة واشنطن بمتينة سيادل أن البدانة تمثل مشكلة خطيرة في دول كثيرة وأوضح أن دراسة أظهرت أن أكثر من مليار إنسان على مستوى العالم عانوا من مشاكل نفسية العام الماضي وشارك في دراسة أكثر من 2500 خبير بيانات أخذت من 130 دولة وتناولت عوامل المرض والإصابة شكرا للمشاهدة لا تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها